طائر الهازج سوداء أبو قلنسوة ينتمي إلى عائلة الهوازج من رتبة العصوريات ويعتبر أبو قلنسوة من أكثر الطيور هجرة ونادرة الوجود شتاء يتخذ طائر أبو قلنسوة من أشجار الكينة وأشجار توت مسكنا له في موسم الهجرة حيث يستمتع بتناول ثمار توت والحشرات معا مثله مثل بعض الطيور المغردة الأخرى يفضل قضاء فصل الشتاء في فلسطين وسعة الانتشار في الأحراج المختلطة والذات الأوراق العريضة وكذلك في المتنزهات والحدائق هازج متوسطة الحجم بنية رمادية ذات قلنسوة سوداء أو بنية الأجزاء الظهرية عند الذكار بنية رمادية مع قلنسوة سوداء لامعة ومؤخرة عنق رمادية وكذلك الوجنتان والأجزاء البطنية ويصبح اللون باهتا أكثر على بطنه للأمثريش بني زيتوني في الأعلى وبني رمادي باهت في الأسفل والقلنسوة بنية حمراء الطيران متماوج ومتواصل وتتوارى تشد شدوا ممتعا غنيا ومتنوع النغامات في عبارات قصيرة وتطلق كذلك نيداء على هيئة تاكتاك يبدأ الذكار في بناء عدة أعشاش وتختار الأنثى إكمال إحداها يبلغ عمق العش عادة خمس سنتيمتر وقطره عشر سنتيمتر يتم بناؤه بشكل رئيسي من قبل الأنثى غالبا ما يكون العش على بعد أقل من متر واحد من الأرض ولكن يمكن بناؤه حتى أربع مترا وتضع من البيض من أربع إلى خمس بيضات ويشارك الذكر والأنثى في حضانة البيض التي تستمر من أحد عشر وخمس عشر يوما ويطعمون الصغار في العش لمدة عشر إلى أربع عشر يوما ثم يستمرون في إطعامهم عندما يتركون العش في معظم الأحيان تقوم الأزواج بتربية حاضنتين وفي الختام سماع صوت الطائر فلا تنسى إعجابك والاشتراك بالقناة 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 فلا تنسى إعجابك والاشتراك بالقناة